الانجليزة درجة الثانية في شكو معنا ضيف زادت وتعرفوه شكون الحديث على النجمة الساحلي والمشاركة الافريقية إلى جانب النجمة الحديث أيضا على مشاركة التراجي والافريقي في وكأس الكاف عروض مغرية لمدرب منتخب الجزائر جميل بالماضي من العربية السعودية وأمين محتار بين الجزائر وفرنسا مسعتين الماضي ثلاثة مرحبا مرحبا بك يا ميجلنزا في الميكرو نور في الإخراج ملك في الإعداد يهب في الفم تيفي ومايما القربي ومايما مستدي في السوشيال ميديا ويحذر معي لعبة السابق اللي نادي حماملين في التجارب بالجملة في الرابطة المحترفة الأولى وتجارب أيضا خارج حدود الوطن مينو رايولا السوبر وكيل أعمال محمد تاما مرحبا مرحبا بك يا أمين مرحبا بجميع المستمعين والمشاهدين شنو المورزي محمد والله الحمد والهلباس عودة مدرسية اليوم بالمناسبة معنا نتمنى عودة مدرسية طيب الجميع الصغار وجميع الأولياء والعائلات في الظرف السعيبة ذاية معناها مصروف كبير وكبير برشة سوطو الأدوات المدرسية مرحبا بليك قداش تارف انت تواس بالضبط والله يا ما دام ربي فضله هي هي تتكفلتها كيفاش كيفاش عملتو كيفاش عملتو هي خذيت على عتقها يعني انو بتشري هي الأدوات المدرسية وانتي شبت روحك شوية ولا شنو وانو برنسيب احنا ام الزوز كنت انا مش نتكفل بالصغيرة اخر خيطت الترح سعيب عليها شوية مش مادين بالمعنى اللي زاشا والأدوات وكل شي دونك تكفلت هي بهم الزوز نقطة قوة بتاعك انت بالمناسبة نتمنى لهم الزوز وبنايات مي ودينا عودة مدرسية بها هي ورب يفضلهم ننفي من كلامك انو انتي قمت بكري اليوم مرساتك توصلوا ليه ولا ليه ليه خجم عمهم جدا السباح اماين ارى المروح احنا بش نحكيوا على العربية السعودية العربية السعودية محمد وحكينا عليها في مناسبة كثيرة في الفترة القليلة الماضية لكن حكينا اكثر على الممتاز والصفقات الكبيرة لكن دوري درجة الاولى دوري درجة الثانية تعرف انو في حضور تونسي قوي المدرب التونسي حتى اللاعب التونسي مطلوب بكثرة في دوري درجة ثانية تقولي انو مش بارشا نمشيو دوري درجة الاولى تعرف مشكل بالقانون امين كفاءت التونسية معناها اثبتت جدارتها واثبتت كفاءتها في الدوري الدرجة الاولى ديور كل عام معناها ثلاثة الاربع في رق اللي يصعد وكما تلقاش الاربع مدربين توينس على الاربع طرق ثلاثة الاربع القانون اللي تعمل الجديد في السعودية بقانون ظالم ومعناها وظلم سيرتوه سيرتوه الكفاءت التونسية اللي ان شاء الله معناها الجامعة التونسية اللي يكورد القدم والتي حال الافريقي يكورد القدم يلقى لهم حل المدربين توينس خطر معناها مورد رزق كبير برشا وذلك علاش اللي لز برشا مدربين بش يخدموا في الدرجة الثانية اللي سنة فيها امكانيات كبيرة امين كيف كيف امكانيات كبيرة وحتى سعار اللاعبين أعليات فيها هي وبش يكون فيها تنافس كبير مدرب ينشط في الدرجة الثانية طبعا اسمه معروف العربي للسعودية وفي تونس أيضا حديث هنا رضا الجدي مدرب فريق الوش من سعودسي رضا مرحب بيك امين محمد مرحب بيكم جوز نسمع فيكم بالقدار ومرحبا بكافة متابعيها فهم اهلا وسهلا بيك سعادة جدا ان انت حاضرة معنا وتلبي الدعوة سيري دا تجارب عديدة ليك في العربية السعودية انتيا كما العدالة كما الباطن قررت انه تجدد التجربة مع فريق الوشن بعد اخذرت برشا كلام تقال عليك ممكن انا مغادرت النادي لكن اخترت انه تجدد العهد مع الفريق لموسم ثاني على تواني فعلا الحمد لله خمس مواسم تقريب في السعودية منهم كذلك فريق الاخدود انتي مذكرتوش والالحين ينشط في الممتاز كذلك الى جانب فريق الباطن والساحل والعدالة والسناء لحقيقة كانت تجربة سنة الفاتحة مع فريق الوشن في الدرجة الثانية بحكم انه ريجليموني كان يحكي عليه محمد في السعودية اصبح لا مناصة منه وهو الحصول على شهادة برو واللي احنا ليس لدينا المجال في تونس انه الدورة تصير او تحصل عليها فاشتغلنا مع النادي هذي والحمد لله الفريق اصر اني نواصل معها تجربة هذا الموسم فلبيت النداء والحمد لله بينا في الخطة هذية اليوم يتزامع بداية الموسم حطنا في الايتار بداية الموسم فعلا هو يجب نفسره اولا انه الكرة القدم في السعودية تطورت بشكل كبير وهذا لا يخف على حد كان ذلك في الممتاز في الدرجة الاولى وكذلك في الدرجة الثانية يكفي انا نقول لك انه عدد المحترفين في كل نادي في الدرجة الثانية خمسة محترفين جلهم جايين من نوادي كبرى كما في تونس تقريبا كلهم جايين من الممتاز من فرق من الممتاز وإلا حتى فرق برازيلية او فرق من اوروبا كذلك وفرق من اسيا وافريقيا وبالتالي المستمى يطلع كثير وهنا افهم ان نقطة هامة جدا خليني نشير لها يا امين اخويا هل الخوف انتعنا من انه النومبر دي بروفيسيونال ميز مش تعدى زوز وثلاثة وربعة وخمسة في البطولة انتعنا ونهار كل واحد يزيد والاخر ينقص وهو جوارات تونسة ما عندهم مش حظ يبني لا حظ ولا عمار بزور راهي الكونكيرونس ستالكي في ايفوليو لنيفو في البطولات الكبرى الكل في اوروبا في اسبانيا في انجلترا ولا واحد سائل السؤال هذي بحيث انه اللاعب التونسي اذا بش يتقلق يتقلق في ظل المنافسة مش في ظل ايا خليلوا مجال عشان يلعب وخليلوا مجال ما تخلي حتى حد اللي تخليلوا مجال هي الكمبيتونس لها واليوم في السعودية في الدرجة الثانية تقريبا بزوج مجموعات يعني هام جدا لانه 16 فريق في كل مجموعة دوري فيها عدد مباريات هام جدا 30 مبارات ينطلق يوم 15 كما قلت لك سبتمبر وينتهي في شهر اربع يعني شهر افريل وخاصة نسق المباريات واليزان فراستوكتور لترا يخليك تشتغل بطريقة صحيحة ويخلي فما تطور في العمل لنتاك ويكون ملموس عادة لكل خيان وخاصة التونسي اللي كما كان يحكي محمد عندهم شأن كبيرة هنا في السعودية مع الاسف كانوا ينافسوا في الممتاز كذلك لكن اليوم ليس لديهم الحق التونسي انهم يدربوا لا في الممتاز ولا في الدرجة الاولى لا لشيء الا لانه هناك الرجل ما كيستيبول انه المدرب واجب عليه الحصول على شهادة البرؤ حتى يتمكن من انه ينشط في هذه الدرجة سيري ذا الثورة الرياضية اللي تعرفها العربية السعودية والنجوم العالميين اللي نضموا لانديا في الدوري الممتاز هل شملت انديت الدرجة الثانية وحتى الدرجة الاولى حطنا شوية في الاتار قبل الثورة ثم تحضير كامل خلال الخمس السنوات الأخيرة على مستوى القوانين وخاصة تحضير النوادي للاحتراف بيتمنا الكلمة حيث انه تقريبا تصور انت سعودية ورغب الموارد الكبرى اللي عندها على مستوى الدولة فإلا انها خيرت انها النوادي جلها تصبح ذات ملك شركات خاصة او عمومية لكن ذات ملك شركات اثناء انت يكفي نقولك انه ثلاثة من نوادي الدرجة الثانية على ملك شركات خاصة كي نقولك انا فريق السجور اللي هو في الدرجة الثانية عنده شركة خاصة تنور فيه فريق الدرعية كذلك الدوان الملكي كذلك فرق اصبحت على مستوى مادي عندها امكانيات لا بس بها هذا الجانب الاول الجانب الثاني على مستوى القانوني يعني وقع وضع تقريب قوانين هامة جدا اولا قوانين تتماشعوا على واحد فيفا من ناحية من ناحية من ناحية العقوبات الماتشوات كيفش يصيروا يعني تقريبا بحذافره القانون المتبق ولذلك لا سبيل انه يعني يصير فما ديروت مع تديروتا على مين وعلي سار وهذاك علاش البطولة ماشية وتتحصل حاجة الثالثة والهامة كذلك هو العناية بالانفرستركتور حيث انه يكشي نقولك انه دور الدرجة الثانية يعني اللي فيه 32 فريق فقط الى حد الان خمسة نوادي تلعب على ملاعب اصطناعية من 32 فرق اللي بقية لكلها تلعب على نحوط المستمعين في الإطار ندور درجة ثانية أو ديفيزيون تروى كما عنا نحن نعم 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 في ترتيب المجموعات لكن يبدأ عندك على 32 خمسة فقط تلعب على ملاعب اصطناعية تعرف شنو معنتها الانفرستركتور وقيمة العمل هذا يتوجه السعودية عملته ارادة سياسية طبعا لكن ارادة رياضية اصبحت بها مونديال دخلة الموندياليزاسيون يكفي انه نعرف انه على مستوى الترتيب اصبحت متقدمة في الدوريات المنتاز وكذلك حتى المنتخب انتحها تشوفوا شكون جابوا على رأس المنتخب يعني مش صحيح انك لما تفتح للاحتراف والعالمية سوف تندثر ثم بالله خاني نقوله كليمة يخي المنتخب انتعنا احنا تونس متكون الى ثمانية ومياه بذبت انا اشترك على منتخب تونس الحضوث في الكان بما انت خدمت مع روجيلو مير وكنت في صلب الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي رؤيتك ممكن للمجموعة الحالين للمنتخب الوطني التونسي وحضوظنا ان شاء الله في كأس فريقيا للأمامة القادمة في الكوديفور لحقيقة الفريق بشر بكل خير لماذا؟ لانه اولا اللاعبين اللي قاعدين يجيوا المنتخب قاعدين يجيوا بشغف كبير وقاعدين يدخلوا في المجموعة وعندهم ايرادة مش يجيوا على التروفس وبحم هذه الحاجة اللولة الحاجة الثانية الاطار الفني قايم بمجهود نبس به الى حد الان وخاصة التأقلم مع امكانيات اللاعبين وتوظيفهم التوظيف الصحيح حسب المباريات وحسب شفنا ذلك في اليابان في دورك يابان وكذلك شفنا في كاس العالم واليوم خلال مباراته مع مصر فما تطور اكيد فما لكن ما وصلش الفريق للفيتاش دوكروازيار اللي يزم يوصلها من ناحية النضج وهذا طبيعي وذكرني خاصة بفترة 2002 و2003 اللي سبقة كاس افريقي 2004 واللي كان الشك يحوم حول المكونات المنتخب الوطني وكان فما تعاليق حتى في الاعلام من هذا اللاعب اللي يستقدمه ما هذا الجو في المنتخب علاش يعملوا تعادل مع اليابان علاش ميربحوش ضد المغرب وعلاش كذا لكن اللي يخلى الفريق ينجح في الفترة هذيكة وان شاء الله بوع كل فترة وعندها خصوصياتها هو إزوليلي كيب ديوموند إكستريور وهذا دور اللي تابعي دور الجامعة بضبط ذاستراتيجين تاروجي لومير وقت سي ريدا بين مجموعة 2004 وبين المجموعة الحالية عملي مقارنة صغير المقارنة صح على مستوى أي المقارنة صح على مستوى خاصة وسط الميدان كي نشوف العيدوني والسخيري حاليا في وسط الميدان يذكروني من ناحية الأوج العطاء رغم أنه ما كانش في الفترة هذيك عنا ديجون كي يجو في درجة أولى في ألمانيا ولا في إسبانيا كان عنا البعزيزي كان عنا النفتي كان عنا كذلك عدل الشادلي لكن في الإنسجام ما بينهم هذوما وخاصة في العطاء في الميدان ثم وخاصة حاجة مقاربة كذلك على مستوى الفريق أحنا ألفين واربعا ما كانش عنا مهاجم رأس حربة تذكرون ليه ذو صنع صحيح كان فما سنتوس وكان فما الجزيري اللي هما ما همش رأس حربة يعني كانوا اثنين مهاجمين لكن الطريقة التاكتيكية والتأقلم التاكتيكي هو الخلي الفريق ينجح نجيه من تالي اليوم كذلك الفريق إذا شفنا شكون اللي سجلوا في مباراة مصر تجيه ساعات لاعبين كما العيدوني من وراء لاعبي الأطراف يعطيوا قيمة مضافة كما كانوا قبل لاعبي الأطراف عنا على غراب ترابلسي اليوم نشوفه كشريدة كل مرة وشارك في المنتخب إلا وكان نقطة إشعاع هذا نقطة التقاء صحيح فما حاجة ربما ما زال تتشابه كذلك اللي هي قلوب الدفاع جمال والإطار الفني ماشيين في الاستقرار على مستوى قلب الدفاع تتذكروا انتوا 2004 الجعايد وبدرة كانوا تقريبا هما الأسماء اللامعة على مستوى قلب دفاع في المنتخب 2004 اليوم فما استقرار ما بين مرياح وكذلك الطالبي هذوما الاثنين اللي على الأقل على الفطرة الأخرانية صحيح نطلبوا منهم أكثر لكن على الأقل فما استقرار وهذا هام جدا بالنسبة لخط الدفاع هذه أوجه تقارب لكن فما وجه آخر على مستوى تكتيكي هو أنه حتى ولو الفريق يكون عنده في الكونفيجوراسيون وفي التكوين شكل دفاعي كي نشوفه الأسماء إلا أنه ما يبخلش على مستوى هجومي وخاصة في الترانزيسيون أوفنسيف تكون بطريقة جماعية وتكون حتى بالمدافعين اللي هم أصبعوا نقاط الشعاء على مستوى التجهيب هذه نقاط مقاربة لكن كل فترة وعندها كل فترة خصوصية تبا في ثلاثين ثانية لكن حاجة واحدة بركة أمين حاب نقول هالك حاجة واحدة بركة حاب نقول هالك اللي اليوم راهو الفريق يعج بلاعبين من الدوريات الأوروبية اللي هي في مستوى متقدم مقارنتاً باقبل كنا من مستوى ثاني لاعبين تعنا اللي يرعبوا في أوروبا باه مع داحات مقارنسي قادرين قادرين انهزوا كاسفريقيا بالمجموعة الحالية مقارنتاً بالموجود منتخبات المنافسة؟ حتى حد ما كان يتصور قبل أفريقيا في 2004 أنه المنتخب التونسي عنده الكفاءة حتى 10% بشهاز كوب دافريق العمل والاستقرار وخاصة نعاود ونقول لك ليزولي يعني حماية الفريق من المحيط الخارجي وخليهم ركز على شأنه تقدر أنك ترفع وشوفنا مليح أنه نضاهي المنتخبات الإفريقية لكن ما تنساش أنه لكوب دافريق قادرين لكن نرد بالك الفينال لكوب دافريق راه مغايرة المباراة الودية وهنا العمل التوى في الفترة هذه هام جداً حتى أنه المجموعة هذه يكونوا أكثر لحمة وأكثر عطاء إن شاء الله شكراً لك ريدا جدي مدرب فريق الوشم السعودي سعدة جداً بمدخلتك يتحق بنا ضايفنا لليوم يهيب المساكني مرحباً مرحباً أمين عايشك ما هو الحوالي يهيب؟ والله الحمد لله محمد سلامة من عرش كان تعرفه ونعرفه الوكيل الأعمال رقم واحد حذر معنا بعد شوية مش نحكيه في مستقبل يهيب المساكني وين هو يهيب المساكني؟ غايب نوعاً ما في الفترة الأخيرة على الساحة الرئيسي فاصل ورجعين إي أفم إنتو ما تسمو في إي أفم سبورشيك أمين جلنزا على إي أفم أحلى راديو ماذي ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة على إي أفم هذه سبورشيك حذر معنا يهيب المساكني يهيب مرحبا بيك مرة أخرى يهيب المساكني بعد انتهاء تجربتك مع النجم الساحلي سمعناش برشة أخبار تخصي يهيب المساكني في فترة الأخير وين هو يهيب؟ والله صحيحة مين صحيحة رحبوا بالمشاهدين الكل وبالمستمعي الكل صحيحة غبت شوية على الساحة موجود قريب قاعد نتبع بيتر مسمعتوش على إي أخبار أني صححت في كله باخر بيتران نكمل بيتران نوقف معنا فهمتها ما زلت محتار ما زلت ما زلت لحقيقة ما زلت 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 محمد سلام كلمة يقال على نهاية تجربتك في النجم الساحلي نهاية؟ نهاية تجربتك في النجم الساحلي مغادرتك الفريق ما زلت بالضبط ما زلت بالضبط أو جلسة سلحية أو لماذا؟ لقيتوا اتفاق في الأخر وقت؟ والله لم أجدوا اتفاق لاحقا كميل كبير سنين فأنتظر في برشة فلوس استنيت سنين لذلك صار الفسخ العقد وخيرت أني نبعد ولو أنه فئة كبيرة من جماهير النجم من إيهاب تحس أنه لديها محبة خاصة رغم أنه إيهاب جاء للنجم بعد تجارب في الملعب التونس هي تجارب الترجي ومش سهل ملاعب يلعب في الترجي ويمشي للنجم الساحل ليس صحيح محبة في سوسة من الجماهير عندي محبة خاصة حتى التوى معناها الكونتاكت مازال موجود مع أغلب الأحباء غادي والمسهولين معناها الأمور مع الأحباء مما جاء الوقت خيارت أني نبعد خلي البلاصة الغيري تسعة سنين فيه الكفاية ما نحاول شنيخ وقتي وقت غيري حاولت أني نبعد نخلي البلاصة لل وبتاتر فكرت أني ما عاش ناجم نفيد مئة بالمئة ما هو لذلك خيارت أني يصير الفصخ ويصير الاتفاق بالتراضي محام سلام محام سلام لعب معك في الاتفاق النجم إلى المسابقات الإفريقية ترجع الروح في الاتفاق مع النجم الساحلي سواء كأس الكافية لا، النجم الساحلي لم يكن لدي نجم سعلي سابق بكل عام بشامبيونز ليگ في الشامبيونز ليگ يعني المسابقات الروح يلعب عشرة مقلب بشامبيونز ليگ نتصور أن نجم تعدي الجيش الملكي لا يحدث محام سهل لبنين يقومون كما لعبوا في زير يترقل قليل قليل من الجيش الملكي لا نتصور كيف تلحم بالكديق تتابع في بعضها إن شاء الله إن شاء الله كيف يقولون النجم الساحلي يتجاوز إن شاء الله نتجاوز فريق الجيش الملكي بطل المغرب لدار بو نصر الدين النبي محمد فم كلم على يوسف العبدالي أنه إدارة النجم الساحلي حسب ذاته قريص حفية إمارتية رفضت عرض من فريق بني ياس الإماراتي في الساعات الأخيرة النجم الساحلي ممنوع من الانتداب ما هوش مسموح له أنه ممكن يفرط في لعب في قيمة يوسف العبدالي في خط هجوم النجم الساحلي دون كذي أخر أخبار فيما يخص يوسف العبدالي ناس كل تعرف أنه الإفكتيف التوى متاع النجم الساحلي لميته في السرتو في العدد دونك نتصور أنه أي لعب ما نبشي جي فيه عرض كونش عرض خيالي ما نجمش يقول فيه ليه عرض كيمة عرض كريستو مثلا للأهل حتى وقتها أما تتوى نتصور يعني عرضي لازم يكون خيالي باش يتوالي سايب جوار صرتو ممنوع من الانتداب من الانتداب كنتي طالع عمين فهمت خطت الشروطو أنه متوى باش كان بش سايب العدد اللي باش بتلعب ولا كان جوار في المليو التراني ولا في الديفونس يعني حتى الإفكتيف على مستوى العدد نقص على الأخر فهمت دونك نتصور قرار صحيح من النجم الرياضي الساحلي ولا عبداللي قدهم وشمبيونس ديج معنا بشي ور يروحوا الفيترينة كبيرة لشمبيونس ديج صرتو للفاس دو بول ونجم بعد نجمي بيعوا بسعر أخير من اللوف اللي يجاه مباراة الذهب كي ما قلنا غدو بحضور جامهير النجم ما يقارب لـ 25 ألف في ملعب سوسا إن شاء الله يكونوا حاضرين نتصور ما يكونوا حاضرين نتصور خاطر المال ماتش هذا النجم الساحلي مستحق جمهور بشي دز كونتر أدفرسير صعيب موسيهل في ماتش كي ما قلنا تريز أمبورتون شمبيوزلي كي ما قل يهاب مهمة جدا النجم الساحلي عمناوا الغاب على كاس فريقيا بعد بريس 25 سنة لازم يدخل فاس دو بول اللي هي مهمة على مستوى الرياضي وعلى مستوى المادي ولو أنو محمد خنحكي شوية على المنافس الجيش الملكي المدرب ناس الدين نابي قال حتى بفهمه معنا كيد دخل معنا قال أنه لم يتم تدعيم الفريق تم تفريط في بعض من كوادر الفريق ما هوش في أحسن حالات ويعني الجيش الملكي رغم الانتصارات اللي حققها بسكور كبير يعني 7-0 في الدورة التمهيدي عمل فيكتوارو ماتشنول في البطولة المحلية ماتشنول ضد الرجاء ماتش على مستوى لحقيقة فرجت شوية في المبارات دونك حتى الفريق المحلي ما هوش زادة آنبا تابل ولا اي صحيح فريق باهي لكن 3-4 علي خرجه قاعدة قاعدة معنا القاعدة توليفة بش عوضهم ريضا سليم معنا سسيروا ما بش خلي بلاسة كبيرة خاطر ما فماش الكاليتة ذي كمتاعه هو لمشي لأهل المصري معنا لي حسن حظ نابي أنه الفريق عمل انتريقة باهي في البطولة لذلك اللي خليهم يأتيوا بكل فيقه قدش قلنا ريضا سليم تم 2 مليون دولار قيمة انتقال لعب ريضا سليم للأهل من الجيش الملكي إلى الأهل المصري هذا فيما يخص النجم الساحلي عماد بن يونس بشيكون في دول خلينا نقوله تحدي ضد المدرب نصر الدين النبي بطل تنزانيا مع يانغافري كنزو العب نهائي كأس الكاف ضد اتحاد العاصمة اللي واجه اليوم السابعة الأهلي المصري الرهين طبعا لقب السوبر في ملعب كينغ فهد الملك فهد في مدينة الطقف في السعودية ترجي يسافر اليوم مريولا التراجي الرياضي التونسي والشامبينز ليغ تركيز آخر في التراجي نفس الشي نجم الساحلي تركيز آخر ريتم آخر خاصة جمعة المباراة كونتوا تحضر في التراجي تونسي لمباراة الليج خاصة الأدوار المتقدمة المباراة الأدوار الإقصائية ماتشوتة هم يتأخذوه سيريو يولي الكنسانتراسيون من الجمعة كبيرة برشا مانا يتولي الكنسانتراسيون كبيرة برشا من الجمعة نتصور كيمة النجم ردي الساحلي كيمة التراجي اللي دو ماتش ممسهلين ما ينجموا يتعداهم إن شاء الله نشوفوهم الزوز في الفاس دي بول وإن شاء الله نشوفوهم متوجين أقل مستوي ممكن ديوان البوركينابي البيرح محمد مرائعة في الكوديفوار بالحقيقة للملاعب اللي هتحضر فيهم الكوديفوار بالنسبة لكأس إفريقيا للأمم التراجي والرسيد البشري الحالي قادر به التراجي يمشي بعيد في الشامبيونزيك حسب رايك محمد نحن نجم ما نحكم ممين صحيح على مستوى الإسماء الإفكتيف باهي محترم إلى حد الآن ما نرى في أي كيب بجديدة تبدو تكون لازم هم جوارية ستة سبعة ثمانية ما تشويت مع بعضهم وقت في معنى وربعضهم بشي يستنس وبشي يأخذوا الإزوتوماتيزم خاطر لانترينمو حاجة ولا ماتش حاجة لذلك التراجي محتاج وقت بشي نجم ونحكم على الفالور الريال متع الإفكتيف ويني نجم يوصل في الشامبيونز ليك طول المهم لازم تعدى ثاني مهم لازم تعدى به بش توصل دور المجموعات مقابلة مهمة خارج الميدان صحيح صلحت الخطأ متعك شلقت بروحك لانت دور مش دوري برشا برشا حتى صحفيين وكل يغلطوا فيها هو دور المجموعات وليس دوري دوري هو بطولة ليج حاجة هكا معناه دور هو تور تحيل طرق العصادير وليس يمتعي العربية الفصحة فهمت مقابلة مهمة خارج الميدان الاسبرانس يعرف سيرمو أخذه فكرة على الادفرسير اللي من بروكين نفس وبش نتصور يعرف جيري مقابلة الذهاب ومن بعد في الياي يحقق الترشح بما أنت خبير الانتدابات محمد أنه أحسن انتداب ذهور لك في الترش تونسي الأكثر انتداب استحق ممكن الفريق استحق استحق لا تنجم احكم عطيهم ثمانية عشرة متشويت اما انت عندك الريبونس نتصور اسمه الجزائري غشة 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 الليعب الجزائري غشة فما البرازيلي أيضا ساس مباراة مباراة يعطيهم عشرة متشويت بعد عشرة متشويت يجي نعطيك 10-15 دقيقة يحدث الفرق مستور الكورة وكيفاش يعد ملاعب ولا كيفاش يشوت ولا الجيس التكنيك ومعنى تقول هذا بالحقرة ومعنى نتفرج في ميتان أو في ماتش من الاسبرانس حسيت اللاعب عنده مستوى الكبير عنده ميقول في روحه معنى تصوره بشي ينجم يعوذ سورتو يلعب على الإيسار عالمين يبشي يعوذ ضحس نتعويذ للهوني نتصور ينجم يبني وعليه يعني يبني وعلي الفريق كامل معنى لعب الجزائري غشة يعوذ كما قال يهب رحيل حمد الهوني إلى الوداد قاعد يلعب حمد الهوني في الوداد تخلي في وسط المات هذا المات الذي فات لازم وقت ما مياش لو تك تكن فيكون سوط ومعمل شبر يعني مشي في اخر البربر واتخل دريكت في الكمبيت نتصور اللعبة كما حامد الهوني يرى وحاذر معنى ما خليش يروح مك لازم البربر وشوف فمش انترنمو واحد وانترنمو في الگروب او هي بترين واحد ونتصور لا مستنس بها ملفزة هذوم الانترنمو بشي ياخل تعريض مع صحابه فمت كأس الكافة النادي الافريقي يواجه باير دار كيني ما انها لحد ماضي ساعة ونص في باير دار ستيج محكينا ممكن على الارتفاع حكينا على البوليميك اللي انو النادي الافريقي كل الملاعب في اثيوبي غير مؤهلة لاحتضان مباريات لكن النادي الافريقي يبدو انو لم يحتاج النادي الافريقي على هذا القرار شوفه في الاهل المصري مثلا بشي العبد سان جورج يقال امين يقال انو الاهل المصري لماذا الكلوب ما احتجتش خلال الاهل المصري خذي الموافقة على ادفرسير ادفرسير ووافق بشي العبد في مصر ممكن ها تخافت انو يكون مباراة مبرمزة في بلاد اخرى ابعث لا ادفرسير الاهل المصري موافقة لا يحب لعب في اثيوبي لا اخذي اخذي واحد بروفيزوار اخذي الفرق الاثيوبية اخذي موافقة مبدأ ايه بشي العبو في اثيوبي لكن الاهل المصري اخذي الموافقة على الفرق الاثيوبي بشي لعبو روتور في في مصر بمقابل بمقابل اه قد يل مقابل من عرش متأكد 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 الف المية الف المية مقابل ماد ماد ينجم يكون استاج راهم علينا استاج ومكتر استاج ومحويسة في مصر محويسة كما قلت انتي ومرحبا بك اليوم النادي الافريقي سافر الاثيوبي النادي الافريقي عشرة انتدابات قام بها عشرة انتدابات اكيد بشي غير وجه الفريق يهيب عشرة انتدابات النادي الفريقي والله نرمال مو نرمال مو يغير وجه الفريق نرمال مو راول الكلب افريقان متاع الفاسر التور متاع عام ناول نعود نشوف ها بنفس الروح ونفس العزيمة انشاء الله هي أبيضها تدخل الفاسدي بول انشاء الله سورتو بلاتاكوان اسمو ايدو بصرار في كلكو جوار معناها انشاء الله مزنة ما شوفنا هايش النادي الفريقي عشرة قفصة ما هوش ربير انشاء الله نشوف النادي الفريقي متاع الروتور متاع عام ناول عشرة انتدابات رم فريق رم كامل مقابل تسعة خرجوا ومين زيدي تسعة خرجوا عشرة ضخ دماء جديدة كما قلنا بالنسبة لفرق الاخرى لازم شوية مت شوية باش الفريق شرتو اوفيسي الغاتر لميكال ما تنجم شتحكم علي باش الفريق يشد اثنية بتاع باي هذي في مخص المشاركة الافريقية الاندي التونسية كان مفروض رم اربع فرق لكن مع الاسف ثلاثة فرق فقط تشارك في المسابقات الافريقية مازالت تشارك مازالت حدوثها وفر باش نحكي على منتخب الجزائر ومدربه جمال بالماضي الاهل السعودي الاهل السعودي انك تبت ذلك الهلال كتبت لكن الاهل السعودي سيقدم عرض لجمال بالماضي حسب اخر التقارير الاهل السعودي لضم رياض محرز ويقالوا ان جمال بالماضي رفض عرضا قدم مش سيئة قدم جمال بالماضي وفيما فريق اخر قدم له ايضا عرض لكن رفض جمال بالماضي رفض العروض المغرية للعربية السعودية انتي تعرف مليح جمال بالماضي لانه درب يوسف في التحيل خصاص جمال بالماضي حسب اللي تسمع من يوسف وليريت والله انقرون موسيو انسان يفهم برشا كورا عنده في مخ وعنده يعرف كيف يجير الكلوب يعرف يخرج حاجة من الجوار تشوف كيف شد التحيل كيف شردها مشي للجزير عمله معها طوى عامين في التوب ما نتصور البوليميك الكبير اللي صار عليه في الجزير نخير انه يبعد من المنتخب الجزير نتصور اللي صار من 2020 ل2023 ما عاش بشي عاودي يصنع جنراسي اخرى كي حبلو شوية وقت خيار اللي هو معناه مجلس انا نتصور انه يمشي للدور السعودي خير ولو انه هو مشي في سياسة التشبيب تشبيب فريق منتخب الجزائر مع استدعاء عديد اللاعبين الشبان في البطولات الأوروبية والأوروبية 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 والدوجي الجنسية بناسيولو كمش أجنب موحام أوروبية عشرين معناه البرشة مواصلين مع الجزائر قبل ما نمشي للكويز وانت خسرت في الكويز الأسبوع الفارط ضد محمد سليتي مش تلعب ضد يهاب المساكني المرة هذه وكان خسرت رمعت شجيرة مواصلين أمين أو أمين 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 لم يحسم قراره بين الجزائر وفرنسا الذي عبرين الفرنسي المدير رياضي فلوريون موغيس قال أن أمين محتار بين الجزائر وبين فرنسا معناه الانترفيو مع المدير رياضي عمل بوليمية كبيرة في الجزائر خطر بريود الإخرانية معناه الحكاية كانت تسكرت الموضوع تسكر خطر في بنامين كويري جاء الجزائر معناه يختار جاء الموضوع والملف الدوسي فيه برشة مراحل أجدد ومراحل أخرى ونتصور ونتصور بشي يختار المنتخب الجزائر تصور أنه غير رأيو نوعا ما ممكن تأثيرات خطر ضغوطات صحافة الجزائرية كانوا صحيح جاءتوا برشة ضغوطات في فرنس برشة ضغوطات 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 زعمة من الاتحاد الفرنسي ولا من فريقه نتصور من فريقه من فريقه لأنه في حالة اختيار الجزائر لا يمكن أن يغيب على فريقه وفي كأس في فريقه كان في جامف لذلك ترى أن هذا لديه علاقة كبيرة بالشكوك التي تحوم حول انضمام جويري لمنتخب الجزائر أكيد الفرق فريقه في فريقه في الفرق الأوروبية معناها يقول لك هنا نلعب في جانفي في طنبك الشامبيونات واللاعب يقادل شهر في المنتخب لذلك نتصور هذا هو ما كنت تتحدث فريقه قالها علنان مثلا رئيس ناديناب وليدي لاورنتس قال لنا كيف نخمم في كأس أفريقه للأمم وكيف ننقص ململعبية لذلك فريقه نظهر لي نوعا ما عنصري هذا التصريح لأن الحقيقة لا يتقال هذا واجب تمثيل المنتخب في كأس أفريق للأمم وانا كونكريتما بشي تضرر في البريود كان عنده أوزيمين وانجويسا يعني زوز زوز من عرص الفريق وعملون نابولي هز ممكن البطولة بفضل الثنائي هذا وما فاماش كان العام بالضبط العام الفارد فما كأس العالم بين كل وقفة العام الفارد يا لأفاصل وشمشيوا للكويز محمد سلامة ذات إيهاب لبساكن إيفم إنتوما تسمون في إيفم سبورشيك الإنجلنزة على إيفم أحلى غجو ماذي ساعتين وسبعة ومعين دقيقة على إيفم هذا وقت تحدي الكويز 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 يا محمد محمد الذي خسر الأسبوع الفارد ضد محمد السليتي المخرجة بدلنا التابيب الله دعنا نضع تابيب كويز محمد سلامة الذي غاب الذي خسر ضد محمد سليتي المرة التي فاتت خسر بنتيجة ثلاثة وواحد كيف عمل أين أربعة وثلاثة؟ أين أربعة وثلاثة؟ لم يتصلون إلى سبعة أسر موصلون إلى سبع نقاط ثلاثة وثنين ثلاثة وواحد ثلاثة وثنين ثلاثة وثنين وكان أخير من أجابه إسلامة. يل تحدي الكويز والسؤال الأول ساعة أقبال لذيب شنقدم. سي محمد سلامة. محمد سلامة. ها؟ تشدق. حطك موزيكة. بشن حطك موزيكة. ها؟ موزيكة. سوبر محمد سلامة. هذي أغيين تركي بالبوة. ها؟ بوكسور. محمد سلامة. ملوعات وليت. ها ملوعات ذي. ضد إيهاب المساكني. سوبر إيهاب المساكني. بسمه الغناء. كيف تخبر اليوم لبوة. وقفتك بالساكني. يلا السؤال الأول. السؤال الأول. دربت في تونس. دربت في مصر. دربت في المغرب. دربت في ليبيا. دربت في جنوب فريقيا. ودربت في فرنسا. كم لعبي لعبت؟ في بطولة فرنسا بطولة إيطاليا. بطولة كندا وبطولة هولند. ما عرفته هلتوا؟ ما زلتوا معرفته هش؟ بطولة كندا يلعب. هاي؟ لعب هذا معنى. هو لاعب وبعد ولا مدرب. كمدرب خدمت مع فنغال. خدمت مع ريشكارت. مع ديك أدفوكاء وداني بلينت. أنا القائد الثاني المنتخب في هولندا. كرول. روت كرول. إجابة صحيحة. تصفيق على محمد سليم. واحد فرد. محمد سليمه. متفوق على إياب المساكن. أنا القائد الثاني المنتخب في هولندا. بعد يوهان كرويف. كنت بطل جنوب أفريقيا مع أورلاندو بيراتس عام 2011. بطل تونس مارتين. على التوالي معزوز في رق نيدي سفيقسي وترجل تونس 2013 و2014. دربت خالد القربي في الرجاء. وفشلت في التقاهل لي مونديال البرازيل 2014 مع منتخب تونس. أنا شكون. أنا روت كرول. واحد سفر لي محمد سليم. السؤال الثاني. يلا لعبت مع مايوركا. مئة وسبعة وثمانين مباراة في ستة سنين. يجابة خاطئة. يجابة خاطئة. يجابة خاطئة. ما عندك الحق تجيوب. يهاب هو اللي عنده الحق يجيوب. لعبت في سلاق في الويداد في الفتح الريباتي. عندي مئة وثمانتاش المباراة دولية مع منتخب المغرب. دربت في المغرب الجزائر تونس والسودان. وصلت المغرب النهائي كأس إفريقيا. كمدرب. يجابة خاطئة. بادو زكي. بادو زكي. بادو زكي يجابة صحيحة المحمد. ثانين سفر المحمد. صبرت شوية إهيرت. وتناجم تصبر شوية. مازالوا ديزان ديس وخرين. ثانين سفر. ماذا هو إهيرت؟ أخويا محمد داري. خسر مع سليت يرا. طيب لا. ما نتكلم أنه نتكلم. ما نتكلم أنه نحجم على فئتة. سأخي عني نساك. السؤال الثالث. لعبت في الأصناف الشابة للمنتخبات الفرنسية. هذا يسعب قليلا. لعبت في بارما. لعبت في بولونيا. إنتر. ليون. ليفورنو. ماناولد أكاديمية باريسان جيرما. لعبت في بطولة بلجيكا. الإمارات. قطر. ألمانيا. حاليا نلعب في بطولة أذربيجين. آخر التجربة عندي في الخمسة بطولات الأوروبية الكبرى. كانت مع هيرتا بيرلين في ألمانيا. في البوندس ليجا. مع عندي 17 مباراة مع المنتخب الجزائي. قال علي أني من أكبر المواهب في كورة القدام العالمية. أنا شكون. أنا شكون. ملاعبة كبيرة. ملعب في إنتر. يلا خمسة. أربعة. ثلاثة. أثنين. إسحاق بالفوذير. إسحاق بالفوذير. إسحاق بالفوذير إجابة صحيح. شوش طلعت. أثنين واحد. أثنين واحد. أثنين واحد. إسحاق بالفوذير. أثنين واحد بالفوذير. أثنين واحد بالفوذير. نسمع عرب لا تخسرها. مع المغرب. اربعة وتسعين. لا مغرب. المغرب. اربعة وتسعين وثمانية وتسعين. في ثمانية وتسعين كنت القائد. قائد منتخب المغرب. انا مدافع وتكون في فريق الوداد. انا شكونا. نايبة. نوردين النايبة يا جابة صحيحة. ثلاثة واحد. لفاقات محمد اسلام. ثلاثة واحد. اربعة اسألة. نجمتوا تجيبوا عليه من كل. ممتاز. اذا سهل برش. شرعة. سهل برش. انا ابنى الملعب التونس. اضعبت في بلجيكا والمانيا والاتحاد السعود. جمال ليمامي جابة صحيح. اربعة واحد. محمد سلام ما يفوز. مبروك محمد سلام. مبروك. شنو ايه. ملعب تونس يلعب في بلجيكا المانيا والاتحاد السعودي في تونس لعبت مع الافريقي وعندي اربعة وخمسين مبارد دولية. مع المنتخب. اربعة وخمسين مبارد دولية مع المنتخب جو. تحية لها برب. تحية كبيرة لي. تحية كبيرة لي. خمس اسألة. محمد سلام ما يفوز. نكملوا لأسألة الاخرين ولا? خليهم من الجمعة الجاية. خليهم من الجمعة الجاية. محمد سلام ما يفوز في تحدي الكويس. دونك عندك ممكن دربي مع خالد حسني. طالب الألوان. لا لا. الأسبوع القادم طولي عندك الدربي مع الكابتن خالد حسني. دونك ربحت مرة وخسرت مرة. كابتن خالد حسني مزال ما هبتش للترى. منتصور انه بلغة. متحلف. بشي فتق الدنيا الكورة. كابتن خالد حسني لحقيقة موسوعة كروية سواء في كورة قدمة المحلية ولا الأوروبية. شكرا لك إيها بالمساكني على الحضور. تحية كبيرة لك. وإن شاء الله نسمع إخبار خص مسيرتك في الأسبوع القادمة. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يوصل. إن شاء الله يوصل. إن شاء الله يوصل. إن شاء الله يوصل. من بعد سي. من بعد سي. شكرا لك محمد سلامة. شكرا لك إيها بالمساكني. مرشي توت لكي. إحنا نتقابلوا نهار الاثنين إن شاء الله في موعد جيد من سبورشيك. من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة قدوا معنا. تسمعوا الميتيو مع جي جي لأخبار وألو إيفم. باي باي.